مشاريع كبيرة بأياد عراقية عملت على خلق طفرة نوعية في الأسواق المحلية من خلال نتاجاتها المتعددة التي تصب في المصلحة العامة ومن أجل التواحث واكتساب الخبرات زار وفد من العتبة العلوية المقدسة متمثلا بقسم الزراعة والثروة الحيوانية عدد من مشاريع العتبة العباسية المقدسة الزراعية والحيوانية والصناعية لغرض للتطلاع عن كثب على عمليات الانتاج فضلا عن آليات الحديث المتبعة في إدامة هذه المشاريع استقبلنا في مشاريع العتبة العباسية المقدسة المشاريع الزراعية تابع على قسم شؤون الزراعية والثروة الحيوانية في شركة كفري الستثمانات العامة وفد من العتبة العلوية المقدسة المنتخصص في قسم الزراعية والثروة الحيوانية في العتبة سيد مصطفى عنبر وكذلك الوفد المرافق له من مسؤولين الشعب والواحد والمستشارين في قسم الزراعية والثروة الحيوانية وطلعوا على عدة مزارع منها مزارع خيرا فضل العباس عليه السلام ومزارع محطة بركة فضل العباس عليه السلام وقطع الانتاج الحيواني بمحطة الأغنام ومحطة تسمين العجول وكذلك مشروع طهر السمان ومشروع الدجاج البيض والانتاج المحاصيل السراتيجي بالمرشات المحورية هدف الزيارة مالتنا أنه نطلع على مشاريع الزراعية الخاصة بالأمانة العامة لأعتبالعباسية لاحظنا بها استخدام التقنيات الحديثة أيضا جودة المنتج الذي يتم داخل هذه الحقول إضافة إلى طريقة الخدمة وطريقة الإدارة الحقلية الفنية إضافة إلى ذلك انتقلنا بجولتنا على مشاريع شركة اللواء الزيارة شاملت كل من المشاريع الزراعية من بينها مزارع خيرات أبل فضل العباس عليه السلام ومشروع الساقي ومشروع الفردوز والمشاريع الحيوانية من بينها مشروع العوالي ومشروع طائر السمان ومشروع تربية العجول إضافة إلى شركة خير الجود وشركة الكفيل للاستثمارات العامة هناك جهود جبار حتى أقام من هذه واحات خضراء في الصحراء وهذا مما يعني أن هناك دعم هناك جهود هناك هادر متقدم الذي قام بهذه العملية وأنا من ضمن اللي جاي فريق النجف الأشرف مزرعة فدك شفنا هذا الشيء كتلاحم بين الخبرات وجينا حتى نأخذ أيضا ونستشف الخبرات اللي صارت هناك حتى ننقلها إلى مزارع فدك الوفدو الذي ضم عدد من مسؤولية الشعب والوحدات في القسم إضافة إلى عدد من الاستشاريين المختصين بالإنتاج الحيواني والزراعي أشهد بما توصلت إليه مشاريع العتبة المطهرة من تطور ملحوظ في هذه المشاريع من تقنيات حديثة متبعة في عمليات الإنتاج سواء بما يتعلق بطرائق الري والمرشات المحورية أو طرائق التغذية وغيرها ترجمة نانسي قنقر